بسم الله الرحمن الرحيم مدد أساليب التحليل الكم في التكاليف الفصل الثالث وهو بعنوان تحليل التعادل والرافعة التشغيلية تحليل التعادل أو ما يعرف بي تحليل التعادل هو أداء مهمة من أدوات التخطيط المالي حيث العلاقة بين الإرادات والتكاليف وبالتالي الخسارة أو الربحة على مستويات الانتاج ويمكن استعمال هذه الأداء لتحديد كمية الانتاج والمبيعات اللي بتغطي إجمال التكاليف أي أن تحليل التعادل بيحدد حجم الانتاج والمبيعات اللي بيجعل الإرادات الكلية مساوية للتكاليف الكلية أي بيجعل الربح بيساوي سفر ممكن لنا حدد الكمية دي إما هندسين أو جبريل أو جبريل وهنشوفها يمكن تحديد من خلال العديد منطور وهنشوفها دلوقتي مع بعض بس نوضح يعني إيه تحليل التعادل التحليل التعادل هو النقطة هي النقطة اللي بتبقى عندها الشركة ولا بتبقى كسبانة ولا بتبقى خسرانة يعني إجمال الإرادات بيساوي إجمال التكاليف أي لما عمل قايم الدخل واقول إرادات ناقص إجمال التكاليف وهنا بقول إجمال التكاليف يقصد بإجمال التكاليف التكاليف السبتة والتكاليف المتغيرة يعني لما شوف الإرادات اللي هيجي لي من لنا ما بيع المنتج ناقص كل التكاليف السبتة والمتغيرة هلاقي بالنسبالي الربح بسفر. هي ده النقطة اللي قدر اقول ايلي نقطة التعادل. ان الشركة فيها. ولا تبقى كسب Revolution ولا تبقى خسران. فالنقطة دي بتبقى مهمة جدا ان اي شركة تبقى عارفة نقطة التعادل بتاعتها. سواء كانت بالوحدات او بالقيمة. يعني من بالوحدات اكسب بها اللي انا اقول مسلا على سبيل المسال ان الشركة تقول انا عندي. آآ نقطة التعادل الف وحدة. يعني انا لو بعت الف وحدة آآ ولا هكسب ولا هاخصر. او ممكن اقولها بالقيمة. يعني اقول الالف وحدة دي بيساوي في سعر البيئة. القيمة اللي انا اضرب في سعر البيئة. لكنهم يعدلوا مثلا مية الف جنيه. علشان الشركة لما تيجي تخطط المبيعات بتاعتها لازم تبقى عارفة نقطة التعادل. علشان تخطط الاتهيت بيها فوق نقطة التعادل. لان اي نقطة في نقطة التعادل هو مكسب للشركة. واي نقطة اقل من نقطة التعادل ده خسارة للشركة. فعشان كده الشركة. بالنسبة لها نقطة التعادل دي مهمة جدا جدا. عشان تبته ان هي تخطط للانتاج. والربح اللي هي بتبقى تهدف. زي ما شايفين قدامنا دلوقتي عندي طرق. من ضمن الطرق دي في طريقة المعادلة. ان انا اقول ارادات المبيعات مقص التكاليف المتغيرة مقص التكاليف السبتة هيطلع الدخل التشغيل اللي هو بيساوي سفر. وطريقة تاني اسمها طريقة هامش المساهمة. واحنا هنركز على طريقة هامش المساهمة. وهنوضح ده في القوانين التالية. دي القوانين اللي خاصة بتحديد نقطة التعادل. قبل ما اتكلم على القوانين انا لازم قبل ما اشتغل في نقطة التعادل لازم يتوفر عندي تلت عناصر اساسية. لازم يكون عندي التكاليف السبتة في الاجمالي. لازم يكون عندي سعر بيع الوحدة والتكلفة المتغيرة الوحدة. يبقى لازم اقول اهو. انا لازم يكون عندي عندي تلت عناصر. التكاليف السبتة في الاجمالي. سعر البيع للوحدة. التكاليف المتغيرة للوحدة. وابتدي اللي انا اجيب اول حاجة الربح الحدي. اللي هو اللي هو الربح الحدي اللي هيبقى موجود او هامش الربح اللي هو اراضي المبعات نقص تقليف متغيرة او هامش المساهمة اللي هو سعر البيع نقص تكاليف متغيرة الوحدة. وحجم التعادل بالوحدات زي ما هو قدامنا التكاليف السابقة على هامش المساهمة. وقلنا هامش المساهمة عبارة عن سعر البيع. ناقص. التكاليف المتغيرة للوحدة. طب لو انا عايز اجيب عجم التعادل بالقيمة. اجيبه ازاي? ممكن اقول والله اجيب حجم التعادل بالوحدات تضربه في سعر البيع. او زي ما موجود قدامنا. اقول التكاليف السابقة على نسبة هامش المساهمة. مش على هامش المساهمة. طب نسبة هامش المساهمة دي بتيجي ازاي? بتيجي اللي انا اقول هامش المساهمة في الاساس سعر البيئة مع اصل تكاليف المتغيرة الواحدة. طب النسبة بتاعته هيبقى هامش المساهمة على سعر البيئة الواحدة. طب لو قنطلب مني طب حجم المباعات اللي بيهو حق ربح معين. او هو نفس القانون بتاع حجم التعادل بس بضيفة على البس الربح اللي انا عايزه. يبقى التكاليف السابقة زاد صف الربح المستهدف على هامش المساهم. وهنشوف مع بعض بعض التمارين للتطبيق على موضوع نقطة التمارين الاول. بلغت التكاليف السابقة السنوية باحد الشركات تلتمية الف. والتكاليف المتغيرة الواحدة عشرين وسعر البيئة التلاتين. وحجم المباعات الحالي الفعلي للشركة مية الف واحدة. مطلوب مني ان انا احدد اول حاجة حجم وقيمة التعادل وهامش الامان ونسبة هامش الامان. طيب. يعني ايه حجم التعادل? حجم التعادل هقول والله انا عند اهو التكاليف السابقة موجودة بالاجمالي. التكاليف المتغيرة الواحدة موجودة سعر باقي الواحدة موجود. يبقى هامش المساهمة هو سعر البيئة نقص التكاليف المتغيرة تلاتين نقص عشرين بسوى عشر. يبقى انا لو عايز اجيب حجم التعادل يبقى التلتمية الف التكاليف السابقة على هامش المساهمة اللي هي التلاتين نقص العشرين. هيطلع بتلاتين الف واحدة. دي نقطة التعادل. طب لو عايز اجيب قيمة التعادل بالقيمة بقى. مش حجم التعادل. عايز اجيبها بالقيمة. يبقى حجم التعادل عن تلاتين الف واضربه في سعر البيع. اللي هي تلاتين جنيه هيطلع تسعمية الف جنيه. طب ايه المقصود بها مش الامان? هامش الامان هو بيبقى الفرق اللي موجود ما بين المبيعات الفعلية ناقص مبيعات التعادل. يعني لو جات شركة قالت والله زي ما موجودة عندي هنا ان التعادل بالنسبة لتلاتين الف وحدة. ان انا نقطة التعادل تلاتين الف وحدة. يعني انا لو قدرت ان انا انتج وبيع تلاتين الف وحدة. في الحالة دي انا هطلع. ولا كسبان ولا خسران. طب الشركة حققت مباعات فعلية ميت الف. يبقى عندها امان ادي ايه? بسموه. ادي ايه? بالنسبة لي هنا هيبقى المباعات الفعلية اللي هي الميت الف. ناقص حجم التعادل. يبقى انا عندي امان سبعمائة الف وحدة. ده المقصود بهمش الامان بالوحدات. طب لو حبيت اجيبه بالوحدة. يبقى هامش الامان. هامش الامان بالوحدات. قلنا المباعات الفعلية الميت الف ناقص التلاتين الف اللي هي نقطة تتعادل سبعين الف. طب لو حبيت اجيب هامش الامان بالنسبة. بيساوي ايه? هامش الامان بالنسبة عبارة عن هامش الامان موجود قدامنا. هامش الامان نسبة هامش الامان عبارة عن هامش الامان على حجم المباعات الفعلية. فهامش الامان موجودة عندي كان بسبعين الف. اعلى المية الف يطلع سبعين في المية. ده بالنسبة للمطلوب الاول. طيب المطلوب التاني هو عايز مني حجم المبيعات اللي بيحقق لربح بمية وخمسين الف. واحنا قلنا لما يطلع مطلوب مني اللي انا اجيب المبيعات اللي بتحقق ربح معين هو بيبقى التكاليف السابقة في البصل زائد الربح اللي انا عايزه على هامش المساهمة. فانا التكاليف السابقة تلتمية والربح انا عايزه مية وخمسين يبقى ربماية وخمسين الف على اهمش المساهمة اللي هو تلاتين نقص عشر لو بيساوع عشر يطلع خمسة واربعين الف وحدة. يعني الشركة لو قدرت تحقق ان هي تنتج وتبيع خمسة واربعين الف وحدة هتحقق مكسب مية وخمسين الف جنيه. طب المطلوب التالت. بفرض ان سعر بيع الوحدة هو سين. زي ما هو موجود قدامنا. في المطلوب التالت مطلوب مني اللي انا عايز احقق سعر البيع. اللي موجود. ده بركز بعمل المعادلة الاساسية لو انا عندي سعر بيع. عند المبيعات الفعلية بتاعت مية الف. هيساوي. التكاليف السابقة تلتمية الف. وانا عايز اكسب خمسمية الف جنيه. على. سعر البيع انا ما عرفوش. وده اللي انا مطلوب مني اللي انا عايز اوصل لسعر البيع. ناقص التكاليف المتغير. طبعا الطرفين في وسطين وبعملوا معادلة. يبقى انا بوصل لسين ان هي سعر البيع تمانية وعشرين جنيه. وهو سعر البيع. اللي بيحقق لربح قدره خمسمية الف جنيه في ظل المبيعات الحالية. يعني المطلوب التالت هنا بيقول لي لو انا عندي في المباعات الحالية لو في ظل المباعات الحالية اللي انت ببيع مئة الف واحدة. بس انت عايز تكسب من هو خمسمائة الف. ابيع بسعر كام? فبعمل المعادلة بتاعتي هلاقي نفس من انا عايز ابيع بسعر امانية وعشرين جنيه. طيب نبص بقى للمسال التاني. المسال التاني بيقول لي ان التكاليف السبتة بثمان تلاف جنيه. سعر بيع الواحدة خمسين. تكاليف متغير الواحدة تلاتين. والمنشاقة بترغب في تحقيق ربح مستهدف قدره اربعة تلاف جنيه. مطلوب حجم المباعات المستهدف. تحديد هامش الامان. هامش الامان بالجنيه. نسبة هامش الامان. طبعا انا عشان اجيب اي مطلوب من ده لازم يكون عندي نقطة التعادل. نقطة التعادل. هيساوي ايه? هنلاقي التكاليف السبتة موجودة عند بالاجمالي. سعر بيع الواحدة. والتكاليف متغير الواحدة موجودين. يبقى هامش المساهمة. سعر بيع خمسين ناقص. تكاليف متغيرة تلاتين يبقى هامش المساهمة عشرين جنيه. يبقى نقطة التعادل زي ما هي تبقى زي الحل الموجود قدامنا يبقى المباعات المستهدف يبقى بالنسبة لي. نقطة التعادل بالنسبة لي. هيبقى التمن تلاف جنيه تكاليف ستة على هامش المساهمة. طب هو مطلوب الاولاني احسب لي حجم المباعات المستهدف ربح مستهدف يبقى التمن تلاف التكاليف ستة زي ده الربح اللي انا او اربع تلاف. على هامش المساهمة. هيطلع عندي ستمائة واحدة. طيب. مطلوب مني بعد كده هامش الامان. انا عشان احسب هامش الامان اللي موجود لازم يكون عنده نقطة التعادل. عشان اقدر احسب هامش الامان. طب حجم التعادل عبارة عن ايه? التمن تلاف تكاليف سابتة على هامش المساهمة اللي هي عشرين. يعني تمن تلاف على العشرين فيها ربا ومية. طب انا عبا بيها ان مباعت الفلاية ستمائة بهامش الامان سبتمائة ناقص سبعمية حجم التعادل اللي يبقى متين واحدة. طب نسبته قد ايه? نسبة هامش الامان. نسبة هامش الامان اللي هتبقى موجودة. اللي هو هامش الامان اللي هيبقى موجود عندي اللي هي المتين على الستمائة. طيب لو عايز هامش الامان بالجنيه زي ما احنا شايفين قدامنا هامش الامان بالجنيه اي حاجة عايزها بالقيمة يبقى انا بشوف الحاجة اللي مطلوبة واضربها في سعر الجهة. فهامش الامان بالجنيه. انا عندي متين واحدة هامش امان. بالواحدات متين واحدة. طب وسعر باع الواحدة خمسين. يبقى امتين في خمسين هتطلع عشر تلاف جنيه. ده بالنسبة لنا للتمرين التاني. نيجي الموضوع تاني وهو الرفع التشغيلي. الرفع التشغيلي ده مهم في ايه? الرفع التشغيلي ده ببتدي لانا احصل عليه من خلال اسمة هامش المساهمة على صف الربح قبل الفوائد والضرائب. يرتبط مفهوم الرفع التشغيلي بهيكل التكاليف في المنشأة. ايه بمعدل كل من التكاليف المتغيرة والتكاليف السابتة. وهيبين دلوقتي بمثال رقمي موضوع الرفع التشغيلي. لان ارتفاع دركة رفع التشغيلي نتيجة ارتفاع عن نسبة التكاليف السابتة بتصبح المنشأة بحاجة الى بيع كمية اكبر من المنتجات. عشان تصل لنقطة التعادل. وده هنشوف عشان اوضح موضوع الرفع التشغيلية ودورها هنفترض ان انا عندي قيمتين دخل. الشركة عندها سين وصاح. فلو احنا افترضنا ان الشركة بتبيعة سين بمية وتمين الف المبيعات. وصاح. نفس المبيعات والتكاليف المتغيرة مختلفة. فبالتالي هنشوا المساهمة والفرق مبيلين متغيرة نقطة التكاليف المتغيرة. فلاقي هنشوا المساهمة. نلاحظ في الشركة في المنتجين سين وصاح في سين مبيعات واحدة مية وتمانين الف نفس المبيعات في صاد. لكن الاختلاف حصل في حاجتين. في التكاليف المتغيرة وفي التكاليف السبت. لكن في الربح الاجمالي اللي اتنين واحد اربعين الف واربعين الف. لما نبص في الجدول اللي موجود قدامنا هلاقي ان المبيعات صف الربح واحد فاربعين الف واربعين الف. لكن الاختلاف ما بين الشركتين في هيكل التكاليف. ان التكاليف المتغيرة في سين. مختلف عن صاد. تكاليف السبتة مختلف. طيب. قوم يديني بيانات موجودة تحت عدد الوحدات المنتجة وسعر بها الوحدة والتكاليف المتغيرة وهامش المساهمة. طيب الرفع التشغيلي بالنسبة لسين قد ايه? احنا قلنا الرفع التشغيلي عبارة عن هامش المساهمة اللي موجود او صاف الربح اللي هيبقى هامش المساهمة اللي هيبقى موجودة عندي بقى درجة الرفع التشغيلي عبارة عن هامش المساهمة على صاف ربح التشغيلي قبل الفائد والدرائب. فبالنسبة الهامش الرفع التشغيلي لسين عبارة عن مئة الف هامش المساهمة على صفر الربح حوالي اربعين الف هيطلع اتنين ونص. وفي صاد هامش المساهمة تمانين الف على الربح اربعين الف هيطلع اتنين. نشوف هنا نلاقي ان الرفع التشغيلي في سين اكبر من صاد. طب ده معناه ايه? نلاقي برضو ان كمية التعادل نقطة التعادل اللي موجودة في الشركة سين ستة تلاف وحدة. وفي الشركة صاد خمس تلاف. ومعدل هامش الامان اربعين في المية في سين وخمسين في المية في صاد. طيب. نقول بقى البيانات اللي موجودة. كمية المبعات اللي بتحقق التعادل في منشأة سين اكبر من صاد. عشان كده هامش الامان في سين اقل من هامش الامان في صاد. عشان كده اقدر اقول ان درجة المخاطر في لسين اكبر من الشركة صاد. يعني ايه درجة المخاطر? يعني معناها لو انا جيت قلت الشركة سين عشان توصل لنقطة التعادل محتاجة تبيع ستة تلاف وحدة. بس الشركة صاد محتاجين يوصلوا نقطة ده عشان يبيعوا خمسة. فكل ما كانت نقطة التعادل الاقل بالنسبة لهم كل ما ده كانت مخاطر اقل. لكن الشركة سين بتواجه مخاطر اعلى. عشان كده هلاقي ان الرافع التشغيلي لسين اكبر من صاد. ليه? لاني عندي بخاطر عالية. لاني شركة سين زي ما انا وضحنا. عشان اوصل لنقطة التعادل عندها. وبعد كده اكسب محتاجة بيها ستة تلاف. طب فصاد محتاج اوصل لخمس تلاف الاول. فكل ما انا اوصل بعدد قليل كل ما ده كانت المخاطر بالنسبة لي اقل. دي حاجة. فبالتالي هتلاقي الرافع التشغيلي في سين اعلى. لو انا عايز احسب بقى اني اثر زيادة الربح على المنشأة. من خطوة واحدة. احنا قلنا درجة الرافع التشغيلي من ضمن استخداماتها يعني لو على سبيل المثال هنا. لو انا جيت قلت ان الشركة سين وشركة صاد. احنا متوقعين يحصل زيادة في المبعات خمسين في المية. السوق هيحصل في زيادة في المبعات خمسين في المية. طيب نلاحز ان الشركة سين هيأثر بقى ان زيادة المبعات بخمسين في المية. هيأثر على صف الربح بتاعها بقى ديه. الخمسين في المية اللي هي زيادة. في اتنين ونص اللي هي درجة رفع التشغيلي هيطلع مية خمسة وعشرين في المية. والصاد اقل. هنا اللاحز ايه ده? يعني معنى كده ان لو حصل زيادة في المبعات ان الشركة سين ان الرافع التشغيلية بتاعتها عالية هي اللي تكسب اكتر. وده صح لان هي عندها مخاطر اعلى. فبالتالي لما يحصل زيادة تكسب اكتر هيبقى موجود. وده بيانات بالارقام اللي هتبقى موجودة. طيب ولو انخفض صف الربح او انخفض المبيعات اللي هتبقى موجودة من اللي هتتأثر اكتر برضو هيأثر في الشركة سين بنسبة اكبر. يعني معنى كده ان الرافع التشغيلي ده بيقيز تقريبا درجة المخاطرة اللي هتبقى موجودة. يعني انا لو عايز اعرف ان زيادة المبعات او انخفاضها هيأثر على في النهاية على صف المنشأة بشكل عامل ازاي? هيبقى نسبة الزيادة او الانخفاض في المبعات في درجة الرافع التشغيل اللي هتبقى موجودة. وهيطلع لي نسبة الزيادة او الانخفاض اللي هتبقى موجودة. وبكده يكون انتهى الفصل التالي.